حمل آخر اجتماع لمجلس الوزراء عدة قرارات فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عين صدق رئيس الجمهورية على جملة من القرارة المعدلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المتعلقة بالموظفين الذين ينتسبون للقطاع سوف تسند للأستاذ الباحث مهمتين مهمة التدريس وكذلك مناصفة مع مهمة الباحث من بين ما جاء بها كذلك القانون وهو استحداث منصب أو رتبة أستاذ مميز تم الاستغناء عن ما يعرف بالأستاذ مساعد قسم باء وقسم ألف ليصبح استحداث منصب جديد وهو منصب عالي وظيفي يسمى بالمرافقة البيداغوجية في هذا المقام فإن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تتوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى السيد رئيس الجمهورية على ما تجسد في كنفي حرصه على الأسرة الجامعية إذ أن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة المقررة والتي تعرف نقلة نوعية في مجال رواتب الأستاذ الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين والذي تضمن أيضا أحكام جديدة تتوافق ومهام الأستاذ الباحث والباحث الدائم النظام التعويضي المالي والذي لم يشهد مراجعة منذ 2008 إلى يومنا هذا وقد تقرر كذلك منح زيادات ما بين عشرة آلاف إلى غاية أكثر من 54 ألف دينار جزائري بأثر مالي من واحد جنفي 2024 النظام التعويضي والذي شهد زيادة في الراتب ما بين 10 ألف دينار جزائري أكثر من 54 ألف دينار جزائري أي من مليون إلى أكثر من 5 مليون و400 في الراتب لكل الرتب والأستاذ المميز يستفيد من نصف راتب الأستاذ التعليم العالي مع أن هذا الأستاذ المميز هو كذلك الأستاذ المتقاعدين الذي يحققون نفس الشروط والأستاذية قطاع التعليم العالي الذي أعطاه رئيس الجمهورية أهمية وأمر بالتعجيل في إثراء مشروع النسخة النهائية للقانون الأساسي والنظام التعويضي ها هو اليوم يأتي بالجديد بقرارات تخدم منتسب القطاع